فضيلة الشيخ وفقكم الله أسئلة كثيرة جدا أشكل عليهم مسألة آدم عليه السلام والحديث الوارد في مسألة عبد الحارث وأن الشركة أنا أقول لكم راجعوا تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سلمان بن عبد الله رحمه الله على هذا الباب باب قول الله تعالى فلما آتاه مصالحا جعلانه شركاء بما آتاهما راجعوا شروح التوحيد شروح كتاب التوحيد كلها أجادت وأفادت في هذا الموضوع نعم